اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى لشباب والرياضة أن الإنجازات المتعددة التي تحقيقها رياضة الفروسية البحرينية في المشاركات الخارجية نتيجة للدعم والاهتمام الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه لرياضة الفروسية مشيرا سموه إلى أن هذا الدعم أثمر عن مواصلة حصد الإنجازات الخارجية بكل جدارة واستحقاق وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن سعادته بفوز المهرى كونسكيشن ملك سموه بالمركز الأول بمضمار جيليس فورد البريطاني شمال العاصمة لندن في أولى مشاركاتها على العشب الصناعية مرحبا سموه بهذا الانتصار الذي يؤكد المكانة المتميزة التي تحظى بها رياضة الخيل في المشاركات الخارجية والتي دائما ما تحرص على المنافسة بقوة على المراكز الأولى وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى أن المهرى كونسكيشن تمتلك الإمكانيات العالية والتي ساهمت بحصولها على المركز الأول بكل جدارة واستحقاق مبينا سموه إلى أن هذا الانتصار هو دافع كبير وحافز لمواصلة دعم المشاركات البحرينية الخارجية من أجل الاستمرار في تحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المحافل الدولية وأشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالقدرات الفنية التي يمتلكها الفارس رايان مور وجهوده المبذولة طوال السباق مشيدا سموه أيضا بجهود المدرب ريتشارد هينون جونيور وحققت المهرى كونسكيشن المركز الأول بعد منافسة قوية في السباق الذي أقيم على العشب الصناعية بمضمار جيليس فورد البريطاني بقيادة الفارس رايان مور والمدرب ريتشارد هينون جونيور وذلك لمسافة ألف وأربعمائة متر موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة